الرسالة وصلت لمن يريد قراءتها نحن موجودون بالمشهد وبقوة ولا يمكن تشكيل حكومة إلا بإذننا هذا ملخص ما أراده الصدر من اقتحام أنصاره مبنى البرلمان معتبراً أن هذه الحركة مجرد جرة أذن لشركائه الذين يقيمون على الضفة الأخرى من العملية السياسية والكلام هنا عن قوى الإطار التنسيقي قوى الإطار سارعت مباشرة إلى إعلان جاهزيتها لأي سيناريو مقبل متهمة أتباع الصدر بنشر الفوضى بتواطئ مع حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الكاظمي يقرأ من هذه الردود أن أحزاب الإطار التنسيقي لا تريد احتواء الوضع بما يلبي متطلبات التيار الصدري وذلك يعني أن قطبي العملية السياسية وصلا إلى طريق مسدود بشأن التفاهمات على تقاسم المناصب وتلاشت احتمالات اتفاقهما على توليفة حكومية تجعل كل الطرفين في هرم السلطة اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات أمر أشار إليه بشكل واضح نور المالكي عندما ظهر حاملا بندقيته مع عناصر حمايته تزامنا مع اختحام الصدريين مبنى البرلمان صورة المالكي حاملا السلاح تجسد ردا صريحا على جرة الأذن التي أرادها الصدر تحول الصراع إلى مسلح تشوبه مخاوف من قطبي العملية السياسية فكل الطرفين يملكان أجنيحة ميليشياوية لها نفوذ عميق في الدولة فالخصم ليس مواطنا أعزل أو متظاهرا سلميا يتم الاستقواء عليه وقتله وتهجيره من أرضه الكل يذكر المجازر التي ارتكبت ضد متظاهري ثورة تشرين لمجرد غصولهم إلى جسر الجمهورية أما الآن الوضع مختلف تماما محتجون دخلوا البرلمان وجلسوا على مقعد رئيسه وعاد الجميع إلى بيته سالما بعد أن أوصل رسالته بينما الطرف الثالث الذي كانت الحكومة تتهمه بقنص المتظاهرين غاب عن المشهد بشكل كلي